ما إن تفشل الأحزاب الفاسدة والميليشيات في مكيدة لفض التظاهرات والاعتصامات حتى تخرج للعراقيين بأخرى علّها تنجح في إنهاء ثورة تشرين التي أصبحت كابوس الأحزاب الفاسدة وميليشياتها أما مزاعمها في حماية المتظاهرين والمرافق العامة فتفندها هذه المشاهد ميليشيا القبعات الزرقاء التابعة لمقتدى الصدر تمارس الانتهاكات بأنواعها ضد المتظاهرين والمعتصمين فمن الاعتداء ضربا باستخدام الهراوات مرورا بإطلاق الرصاص الحي عليهم وليس انتهاءا بحرق خيامهم بدى واضحا للعيان المهمة التي كلفت بها عصابات الشر هذه على الرغم من محاولات تبرء الصدر من بعض أفعال أتباعه في وقت لاحق على منصة تويتر إلا أن تصريحه جاء من حيث لا يدري اعترافا بانتهاكات ميليشياته بحق ثوار تشرين كل ذلك بدأ قبيل إعلان تكليف مرشح الأحزاب محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء عندما اقتحمت ميليشيا القبعات الزرقاء بناية المطعم التركي المعروف باسم جبل أحد في بغداد لخلط الأوراق وضمان تمرير تكليف علاوي في صفقة قيل إن للصدر نصيبا فيها ويبدو أن حكومة تصريف الأعمال الحالية غير آبهة لما يحدث للمتظاهرين ففي الوقت الذي تأمر السلطات بحماية المدارس والجامعات الآمنة أصلا إلا أنها تترك قضية التصدي للميليشيات المسلحة التي تمارس الخطفة والقتل والترويع بحق ثوار تشرين في بغداد والمحافظات بل وتتواطأ معها كما ثبت في عشرات الاعتداءات منذ الأول من تشرين الأول الماضي أما متظاهر ثورة تشرين الصامدون بوجه أحزاب السلطة الفاسدة وميليشياتها فقد أكدوا أنهم مستمرون وبإصرار أكبر على متابعة مشوار الثورة حتى إسقاط الأحزاب الفاسدة فصورة باتت واضحة لهم أكثر من ذي قبل بعدما انقلب عليهم مدعو التضامن بالأمس القريب موسيقى